اشتركوا في القناة ايها الاحب الكرام في هذه الحلقة من الوراء والتي سنتحدث فيها عن آخر مستجدات قضية اختفاء عادل عبد المالك وهو شقيقي الذي اختطف من طرف مجموعة من المخابرات الجزائرية كما سنتحدث أيضا عن اجتماع تبون في إطار المجلس الأعلى للأمن وكيف ينظر الجزائريون إلى ما يجري وأيضا سنتحدث عن انقلاب الجابون ومؤشرات قوية على انقلابات أخرى تؤدي إلى عسكرة إفريقيا في ظل صراع دولي على القارة السمراء كما سنتحدث أيضا عن غرائب أخرى تدخل في إطار ما نسمعه من الجزائر ويتعلق بلجنة تابعة للبوليزاريو التي تتحدث عن المفقودين في المغرب عادل عبد المالك وهو شقيقي الذي تعرض إلى مداهمة واعتقال واختطاف واختفاء بعدما كل ذلك حدث بعد طرد تعسفي من العمل وكل ما يجري هو بإعاز ويقف وراءه الجنرال يحيى ألحاج قائد الدرك الوطني والذي سيدفع ثمن لأن هذه المؤامرة بدأت في مارس 2022 وكان أحد الذين شاركوا في هذه المؤامرة هو عبد الغني راشدي الذي تمت إقالته والتحقيق معه ومصادر تتحدث عن تواجده في السجن المهم كل يوم نوفيكم بآخر المستجدات حول هذه القضية التي تعتبر الآن من أبرز قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تضاف إلى قضايا كثيرة وأخطرها ليس ما نراه من ممارسات بحق الحركيين والرأي الآخر بل ما نسمعه من معلومات حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المؤسسة العسكرية حيث ما لا يحصى ولا يعد من الضباط وصف الضباط يقبعون بالسجون لمجرد أنهم نددوا بفساد أو عبروا عن رأي يتعلق بالمنظومة العسكرية الداخلية وصلت حد اعتقالات طالت بعض الضباط الذين انتقدوا واقع مدرسة أشبال الأمة الذين يعانون الأمرين من ناحية نقص الأغذية نقص الألبسة أشياء كثيرة في هذا الإطار المهم عاد الرهو عبر عن نموذج ما يجري في الدرك الوطني من انتهاكات لحقوق الإنسان من فساد من قيمة العسكري عند جنرالات بمجرد أنه يريد أن يهينك يهينك لأنه لا يعقل أبدا أنه إنسان يعمل في قطاع معين هذا قطاع قطاع الدولة الدرك الوطني ملك الدولة مؤسسة دستورية مش ملك ألحاج ولا شنجريحة ولا تبون ولا غيره ولا يحق ولا يحق ليحيى ألحاج أن يطرد أيا كان من دون أن تكون هناك قوانين وأمور وفق مصطرة قانونية وعبر القضاء رغم أننا لا نملك قضاء مستقل هو القضاء المدني أصلا فاسد فضلا عن القضاء العسكري الذي يعتبر من أفسد ما يمكن تخيله بل لا يستحق أصلا أن يوصف بالقضاء بل هي إدارة تابعة للمؤثر عسكرية عندها سجون عندها معتقلات عندها قضاءها الخاصة الخاص الذي يسير بالأوامر المهم آخر تطورات القضية اليوم 12 يوم منذ اختفاء عادل لا جديد لهذه اللحظة بخصوص هذا الاختفاء القصري عادل تعرض إلى الطرد التعسفي من العمل الحرمان التعسفي من الحقوق التقاعد والحقوق المادية الأخرى والتأمين وغيره رغم أنه عامل في الدرك الوطني مدة 18 عاما ويحمل رطبة مساعد بعد الطرد التعسفي والحرمان التعسفي من الحقوق تم مداهمة بيت تعسفا وتجاوزا من غير قضية ولا ترخيص القضاء ثم بعد ذلك احتجزوه تعسفا داروا له قضية بناء على تفتيش تعسفي واعتقال تعسفي ووضع تحت النظر تعسفا ثم بعد ذلك قدموه للقضاء القاضي أمر بالإفراج عنه غير أن التعسف تواصل حيث اختطفوه ثم حجزوه لدى الدرك الوطني على أساس أنهم فبركونوا ملف آخر لدى المحكمة العسكرية وعلى أساس سيتم تقديم يوم الأحد عشرين أوت 2023 وهو احتجاز تعسفي أيضا وأمر آخر أن العمل تعسفي كيف واحد مدني منذ شطبه من الدرك الوطني في مايو 2022 في أوت 2023 سنة وعدة أشهر يتم توقيفه على أساس أنه يتم تقديمه إلى القضاء العسكري هو مدني حتى لو يكون عنده أي شيء يحاسب مدنيا لذلك هذا الإدعاء أنه على ذمة قضية عسكرية هو تلاعب كيفاش أنت أحجزته وتقول وكيل جمهورية محكمة الشريعة هو الذي أمر بوضعه تحت النظر بقى هو يفرج عنه أن تدخلوا عنده قضية أخرى في المحكمة العسكرية الغريب أنه من المفروض تقديمه يوم الأحد عشرين أوت يتم اختطافه يوم 19 أوت من طرف مجموعة تابعة للاستخبارات وللأمن الداخلي يخذه من تبصى للعاصمة والآن راه في حكم المفقود والدولة مارست الاعتقال التعسفي ومارست الاختفاء القصري لأنه وجود شخص تحت الحجز وعائلته لا تعلم عنه شيئا وتجاوزت مدة الحجز 48 ساعة معناها الدولة تمارس الاعتقال التعسفي لذلك حتى لو يظهروا غدوة في سجن أو في أي مكان آخر أو يطلق صراحه وستبقى متابعة الجزائر على جريمة الاختفاء القصري الذي مورس على عادل عبد المالك والقضية راه أمام الأمم المتحدة التطور الذي حدث أن منظمة الكرامة كما تشاهدون نشرت على موقعها الجزائر الكرامة توجه نداء عاجلا لدى الأمم المتحدة بشأن الدرك السابق عادل عبد المالك وضعوا صورته واشقال وجهت الكرامة بتاريخ 29 أغسطس آب 2023 نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القصري بالأمم المتحدة بشأن الدرك عادل عبد المالك الذي لا يزال رهن الاختفاء القصري منذ اختطافه مساء السبت 19 أوت 2023 من مقر الدرك الوطني بولاية تبسة من طرف مجموعة تابعة للمخابرات الجزائرية وفقا لشقيقه الإعلامي أنور معد وطبعا أؤكد صحة كل ما أوردته الكرامة اعتقل السيد عادل عبد المالك البالغ من العمر 36 عاما من منزله في الحي الجديد بدائرة الشريعة ولاية تبسة الجزائرية يوم 13 أغسطس آب 2023 عندما داهمت المنزل قوة من الدرك الوطني الجزائري واقتدته إلى مركزهم قبل أن تختطفه من هناك قوات تابعة للمخابرات وتقتاده إلى مكان مجهول وتنقطع أخباره حتى لحظة كتابة هذا البيان هذا البيان صدر يوم 30 أوت يعني صدر أمس الأربعاء وبالفعل نزيد نأكد اليوم 31 أوت أنه لا جديد حول مصير شقيق عادل عبد المالك السلطات لم تعبر بصفة رسمية ولا أعلنت مصيره إذا كان هذا الشخص محتجز أو في أي مكان يجب على السلطات أن تجيب الأمم المتحدة التي رسلتها بصفة استعجالية وعمر يكون بيان رسمي صادر من الجهة التي يتواجد عندها إذا كان عن جهة قضائية تتكلم وإذا كان عن جهة أمنية تتكلم ويجب أنه هذا الأمر أما الحكايات المسرحيات هذه تحت الطاولة وتسريب بعض المعلومات أنه يتواجد هنا وهناك وكذا وكذا كلها لا تعني لي شيئا في نظري أن الشخص تم اختفاءه قصريا واعتقاله تعسفيا فإنه في هذه الحالة لن يظهر ولا يعتبر موجود إلا عندما نراه بين والديه وفي منزله ودون ذلك فالمسرحيات هذه والألعيب اللي ديرها النظام راننا نعرفوها وعايشينها لذلك نأكد هنا نقطة أخرى أنه عادل هو يتواجد بيته في الشريعة جيه فرقة الدرك من تبسة هي اللي تقوم بهذه العملية لماذا لم تقوم هذه العملية قوات الدرك اللي موجودة في الشريعة الأسوأ من هذا أخذوه هو وشقيقه لإعتقلوهم مع بعض الثالث شقيقهم الأكبر لإعتقلوهم معه أطلقوه مباشرة ولكن الآخرين أخذتهم قوات الدرك إلى تبسة ثم بعد ذلك بعدت المصرحيات التفتيش في الأغراض وكذا 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 عندما وجدونه صفحته في الفيسبوك ومن حقه يعبر على رأيه إنسان مدني مواطن مدني لا عنده علاقة بالدرك ولا عنده أي شيء آخر وأنه طرد تعسفاً لكن يبقى إنسان صار مدني بحكم الورقة اللي تم بخلاله إعلان شطبه خلاص مدني بعد ذلك يتم تقديمه للشريعة شوف التلاعب الشريعة فيها درك وطني علش ما جدتش قوات الدرك الوطني تأشريعة هي ليستدعاه آتوا من دون مداهمة منزل شيخ كبير 90 سنة وعجوز 80 سنة ويددوه وقدموه للقضاء إذا كان عنده مشكلة لكن يجوه انتعتبسه ويددوه وبعد ذلك يجيه فرقة من المخابرات ورهي الروايات تختلف هناك يقولوا أن المخابرات جاءت الداته من الدرك الوطني وهناك يقولوا أن العميد عزير بشير هو المدير جهوي للدرك الوطني هو اللي جاء شخصياً هو اللي جاء شخصي أداه لإقسنطينة ومن ثم سلموه للمخابرات الداته للعاصمة هنا رواية المهم أنه الأيام اللي راه مختفي فيها معلوماتنا تقول بأنه عند مركز عنطر من لحظة لإعلننا فيها هذه المعلومات الآن أنه في جهة أخرى وزادوا خفوه لا نعلم عنه شيئاً المهم هذه المعلومات اللي قالتها الكرامة راهي أكيد تزيدوا نواصلوا وفقاً لأسرته كانت آخر مرة شهدة فيه السيد عادل عبد المالك يوم السبت 19 آب 2023 في مقر الدرك الوطني بيتبسة حيث تم تسليمه ملابس وبعض المأكلات تقدم والد ضحية ببلاغ لوكيل الجمهورية للإفادة عن مكان احتجاز ابني غير أنه وجهوا البحث عنه في أماكن أخرى مؤكداً أنه ليس لدى القضاء أي معلومات عنه تقدم الأب أيضاً إلى مركز الدرك الوطني الذي كان محتجزاً فيه بيتبسة وأخبروا أن جهة أمنية استلمت وليست لديهم معلومات أخرى هذه المعلومات صحيحة ووصلتني من مصادر أنا لا أتواصل مع عائلتي لماذا؟ لأنني ابتعت أن لا تواصل معهم لأن هناك تهديدات باستهداف أي واحد تواصل معي هذه معلومات وصلتني من مصدر قريب من هذا الملف هو الذي أخبرني من تبسة؟ قال للوالد مشاه ومشى الوكيل الجمهورية مع المحامي وهذه كلها معلومات صحيحة التي أوردتها الكرامة زدق الكرامة في تاريخ 13 أغسطس آب يعني أوت 2023 عند الساعة الخامسة صباحاً قدمت قوة أمنية تابعة لولاية تبسة إلى مدينة الشريعة التي تبعد عنها نحو 50 كيلو متراً حيث داهمت منزل الوالد الطاعن في السن وهناك جرى توقيف أخ الضحية المتقاعد عز الدين عبد المالك الذي يسكن مع والديه فيما ذهبت قوة أمنية أخرى لاعتقال شقيق آخر اسمه أحمد كانت القوة الأمنية التي داهمت منزل الأم تبحث في الأساس عن السيد عادل عبد المالك وحين لم تعثر عليه هناك ذهبت إلى منزله الذي كان أو الذي لا يبعد كثيراً عن منزل والدي فداهمت منزله واعتقلته وصادرت جميع هواتف الضحايا وأجهزة الحسوب واقتيد الأشقاء الثلاثة إلى مقر الدرك الوطني في الشريعة حيث جرى الاستماع إلى الشقيق أحمد ثم إطلاق صراحه أما الشقيق الآخر فقد نقل مباشرة إلى ولاية تبسة حيث جرى استجوابهما قبل أن يطلق صراح عز الدين بعد نحو 24 ساعة من التوقيف فيما بقي عادل عبد المالك رهن الاحتجاز حيث جرى تفتيش هاتفه المحمول والعثور فيه على منشورات بصفحته الشخصية على الفيسبوك وهو الأمر الذي اتخذ منه ذريع لاختلاق قضية ضده ومن ثم إحالته إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة بتاريخ 17 أوت 2023 الذي أحال القضية بدوره على قاضي التحقيق وبعد استجوابه أمام قاضي التحقيق قرر الأخير الإفراج عنه ووضعه تحت الرقابة القضائية لحين موعد المحاكمة غير أن الدرك الوطني لم ينفذ قرار القاضي وأخذوه إلى تبسة بحجة الإنضاء على بعض الأوراق ويعود لأسرته لكن الأسرة تفاجأت عندما ذهبت إلى مقر الدرك الوطني بوجود قضية أخرى ضده لدى محكمة قسنطينة العسكرية وأنه سيمثل أمامها يوم 20 أغسطس آب 2023 حالياً تعيش أسرة الضحية حالة من القلق على مصير ابنها الذي اختفت آثاره منذ آخر مرة شهد فيها بمقر الدرك الوطني في تبسة يوم 19 أوت 2023 في حين تقول مصادر خاصة لأسرة إنه يتواجد في مركز عنطر ببنعكنون التابع لجهاز المخابرات الجزائرية الذي يشتهر بالتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين فيه المهم هذه المعلومات التي أوردتها رددناها كثيرة وهي معلومات صحيحة ومؤكدة ولا شك فيها أبداً بصفة أولاً متابع لهذه القضية وثانياً شقيق هذا المختفي والمفقود هو شقيقي ثم بعد ذلك تحدثت الكرامة قالت خلفية القضية اعتقال السيد عادل عبد المالك وإخفائه قصرياً جزء من مسلسل التنكين الذي تمارسه سلطات الجزائرية ضد العائلة انتقاماً من نشاط شقيقها أنور مالك الإعلامي واللاجئ السياسي في فرنسا في وقت سابق كانت شقيقان عادل عبد المالك وشقيقها عبد الغني عبد المالك يعملان في الدرك الوطني وقد جرى توقيفهما في بداية الأمر في مارس أذار 2022 وظل رهن الاحتجاز حتى مايو أيار 2022 حين قدم إلى مجلس تأديبي تابع للجهة التي يعملان لديها واتخذ بحقهما قرار بالفصل من الوظيفة ومعاقبتهما بحرمانهما من جميع حقوقهما بما في ذلك حق التقاعد وجرى إبلاغهما رسمياً بهذا القرار الجائر يوم 5 يوليو تميز 2022 يعني يوم ذكرى الستين للاستقلال اللي كان يحتفل بها تبه المهم تواصل كرامة رغم التماساتهما لدى السلطات والمسؤولين بمن فيهم الرئيس عبد المجيد تابون غير أن ذلك كله قوبل بالتجاهل التام من طرف السلطات هذا ما حدث هذا ما حدث فأنا أتعرض للابتزاز بعائلتي منذ مدة نعم الابتزاز وقريتلكم رسائل وصلتني وأكدتها من قبل وتحدثتها وما زالت وما زالت الآن تصيلني رسائل ابتزاز وتهديد أخر إذا لم أصمت وأغلق قناتي على اليوتيوب وكل مواقع في شبكة التواصل الاجتماعي عائلتي ستدفع الثمن والذي يتحمل الآن مسؤولية مصير شقيقي وأي مكروه يحدث للعائلة هو عبد المجيد تابون بصفته رئيس الجمهورية والقائد الأعلى القوات المسلحة وزير الدفاع سعيد شنجريحة بصفته رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي علي يحيى أولحاج بصفته قائد الدرك الوطني ولشخصه أنه هو المتهم الرئيس في كل ما يحدث لعائلته وأي مكروه يحدث يتحمله كشخص وكمنصب هذه الحقيقة وأيضا زير بشير زير بشير هذا العميد مدير الجهوي لأنه الزير بشير هذا هو وراء السيناريو أصلا تعتقارير ضدهم والتقارير فيما يخصني أنا لأنه السيناريو بدأ به هو والأسوأ من هذا وصلتني معلومات تقول بأنه لما تناولت ملف جامعة قسنطينة منذ فطرة مدير جامعة قسنطينة هو صديق شخصي لزير بشير وتم اختاره بالموضوع قال له هذا رأي عندي ذو مدة وأملف شقيق أشقاء رأي عندي سننتقم من العائلة هذه آخر ما وصلني من مصادر في الدرك الوطني المهم زيد أيضا جمال كحال اللي هو مدير الأمن الداخلي بصفته بصفته وهو لا يتحمل مسؤولية على ما حدث من قبل ولكن بصفة أنه قوة تابعة للأمن الداخلي هي التي أخفت واختطفت شقيقي يتحمل المسؤولية وأيضا قائد مجموعة الدرك الوطني في تبسة وأيضا وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة اللي أفرج عليه وضعه تحت الرقابة القضائية يتحمل مسؤولية البحث عن شخص كان موقوف هو أفرج عليه وقوات الدرك لم تستجد إذن إخواني الكرام هذه آخر مستجدات ومعلوماتنا تقول أن الفريق العامل في الأمم المتحدة قدم مرسلة عاجلة إلى الحكومة الجزائرية لمعرفة مصير عادل وأعتقد بأنه عندما تأتيهم مثل هذه المرسلات يضطر سريعا إلى إظهاره حتى يغلق هذا الملف وهذا الذي نتوقعه في أي لحظة لكن مهما كانت الظروف سنصعد على مستويات عديدة هناك مرسلات وجهت لرؤساء دول وهيئات دولية وأنا سأقوم بجولة في بعض الدول لأعرض هذه القضية وما يحدث لي وعائلتي منذ فطرة بسبب هذا الجنرال المدعو يحيى أولحاج الذي تحول إلى إمبراطور وبلطجي الذي أصبح يمارس البلطجة على الجزائريين وهذا الذي يجب أن يقف عند حده إذا كان محمي من طرف شنجريحة لتربط بعلاقات من أيام بشار وبعض الدوائر تحميه فتأكد بأننا سندفع هؤلاء كي يحاسبونه لأن الظلم الذي يمارسه على أفراد الدرك الوطني أليس أشقائي فقط يا جماعة راهوكاين أفراد درك الوطني مسجونين خرين مطردين لكن الغريبة هناك الذين طردهم بسبب تورتهم وبينهم في تبسة تتورتهم في تهريب المخدرات تهريب الحبوب المهلوسة وقضايا كبرى وأحلوهم على القضاء بطريقة كذا ولا مجلس تأديب وترادوهم ولكن أعطوهم حقوقهم رغم أنهم تورتوا في قضايا كبرى في حين أشقائي أبرياء تماما ما وجدوا عندهم حتى توبيخ حرموهم من حقوقهم ومن هو التقاعد لذلك نحن الآن نعمل على مستويات وعبر هيئات وعن طريق مؤسسات لمحاسبة هذه العصابة المجرمة التي تسلطت على الجزائريين تستغل السلطة التي بين يديها ليس من أجل بناء البلاد بل لإضطهاد العباد والأيام بيننا يا يحياء الحاج واذكروا كلام جيداً اجتماع لمجلس الأعلى للأمن هذا المجلس الذي تحول إلى ما يشبه مجلس شعبي بلدي كل نهارات يجتمع حتى أصبح لا قيمة له لا بين الجزائريين ولا حتى في نظر الدول الأخرى في نظر العالم أن دولة يعلن رئيسها عن اجتماع مع المجلس الأعلى للأمن معناها أن هناك قرارات هناك تطورات هناك اهتمام أمني وسياسي وديبلوماسي بهذا الاجتماعي لكن المجلس الأعلى للأمن الذي حوله تبون إلى مصخرة كل ما يصر شيء يجتمع بدون أي معنى ومن أجل قضايا يمكن معالجتها في غير هذا الإطار لكن بسبب عسكرة الدولة وتغيان الأجهزة إلى درجة وتغيان العسكر على المؤسسات المدنية أصبح هذا الاجتماع كل مرة يجب نشرت رئاسة الجمهورية قالت في صفحتها عبر الفايسبوك قالت ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماع المجلس الأعلى الأمن خصص لدراسة الوضع العام في البيان والصور أمامكم هروا فيها المسؤولي الأمنيين فيها وزير الداخلية فيها وزراء لهم أعضاء المجلس الأعلى الأمن لن نخوض في شكله لكن ما يلفت الانتباه هو وجود قائد الدرك الوطني حقيقة هو طبيعي هو عضو في المجلس الأعلى الأمن لكن هل من المعقوب في هذه الأيام لنحن نتحدث عن ممارسات هذا المجرب هذا البلطجي الذي يمارس في بلطجة باسم منصب ضد ناس وصلت إلى حد الاختطاف وإخفاء ناس والآن الأمم المتحدة تتابع هذا الملف في الوقت هذا يجلس ويجتمع مع الرئيس لمناقشة الوضع العام في البلاد حقيقة أنه عندما تابعت بعض التعليقات عبر شبكات تواصل اجتماعي ماذا ينظر الجزائري إلى هذا الاجتماع صدقوني صار ينظر له كأنه اجتماع قوة احتلال راه تمارس في السلطة على البلاد مش اجتماع أمني انتع ناس يعول عليهم في حفظ أمن العام أو الأمن العام للبلاد أبدا صار الجزائريين عندما يرون هذا الاجتماع يمقطونه اجتماع انتع مجموعة أشرار بالله عليكم عندما تشوف جبار مهنة اللي متورط في حرائق الغابات ويقف وراء الأسواق السوداء انتعال العملة الصعبة وقضايا وكان في السجن بتهمة الفساد ويقف وراء الأسواق بيال مدرحة 48 de la loi 0601 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption à l'encontre du dénommé pour la nécessité des enquêtes le juge d'instruction sur réquisition du procureur militaire de la République de Blida a ordonné à titre conservatoire un mandat de dépôt à l'encontre du dénommé à l'encontre et le dénommé à l'encontre à la lutte contre la question sur le obviously qui лич tienen fait à la loudly nous ont regardé les émars خاصة في الفطر اللي كان فيها في بشار وما إلى ذلك من هذه الأمور عندما يرون هؤلاء وشوفوا تبون اللي يشوف انتهاكات حقوق الإنسان تجري اعتقالات الناس اختطافهم مطاردات مداهمات للبيوت يعني شيء غريب يحدث في انتهاكات حقوق الإنسان يعني الجزائري عندما يشوف هذا الاجتماع يفرح ويقول الحمد لله رو عندنا قيادات نظيفة رهي تجتمع من أجل أن تصهر من البلاد أبداً عندما يشوف الوصوص ناس فاسدين ناس مجرمين ناس لطخت أيديهم بدماء الجزائريين يشوفهم يجتمعوا من أجل أمن البلاد خلاص باي باي هذا الأمن لكن لو كانوا ناس انضاف لو كانت المؤسسات الأمنية نظيفة تطبق القانون تخضع لمؤسسات الدولة تمارس دورها الدستوري كما ينبغي عندما شخصياً أرى اجتماع من هذا المستوى أطمئن على مستقبل البلاد أنا شخصياً عندما أرى هذه الوجوه البائسة اللي كل واحد عندها منف أسود في خضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان يلتقوا من أجل أمن البلاد والله أمسك صدري أو أضع يدي على صدري وأمسك قلبي وأقول لك الله يا جزائر أن الذين يجتمعون على حفظ الأمن العام فيك هم هؤلاء اللصوص والحرامية والبلطجية هذه الحقيقة هذا الاجتماع المجلس الأعلى للأمن يا جماعة ما اجتمع من أجل ما يحدث في إفريقيا ولا اجتمع من أجل حدود الجزائر التي أصبحت ملتهبة والجزائر محاصرة في حدودها لم يجتمع من أجل هذا يجتمع فقط من أجل بحث ما يحدث داخل جزائر والموضوع الأساسي هو تخوفات النظام من انفجار الشارع لأنه هناك احتقان اجتماعي غير مسبوك بسبب الفقر بسبب غلاء المعيشة بسبب ممارسات الأجهزة بسبب طغيان الأجهزة على المواطنين بسبب ما يحدث في الإدارات من إقصاء وحقرة للمواطنين بسبب المتابعات والتضييق على الرأي الآخر بسبب تجين الإعلام حتى أصبح المواطن عايش في داره وخايف على جاره وخايف على بلده وخايف على مستقبله يصبح الجزائري يفكر في الهربة إلى الضفة الأخرى يا ناس الجزائري الآن راه يتخرج من الجامعة مخطط بعد التخرج من الجامعة أو تعلم أي صنعة كيف يصل إلى الضفة الأخرى هذا ما عندهمش أمل في مستقبل بلدهم والنظام معتا حتى أمل بالله عليك أن تعطي الأمل للناس يبقوا في وطنهم عن طريق القمع عن طريق انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق جنرال أنا إعلامي وحقوقي أصرخ عبر قنواتي وعبر كل المنابر أن هذا الجنرال يحيأ الحاج وجنرالات آخرين يا تبون إنهم يحتقرون الشعب إنهم تسلطوا على الجزائريين إنهم ينهبون الأموال ولا شيء يسمع كأن رؤوس النظام صاروا من الأموال هذا ما ينهب الأموال والآخرين من الأموال ليس لأنه لم يسمعوا بل سمعوا وأدركوا هذا الأمر ولكن لأنهم جميعا غمسوا في هذه البسينة اللي يسرقوا فيها لذلك يغضون الطرف النظام اللي شعبه إصبح مهوش مطمئن على مستقبله شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر هذا الراوي أبو هريرة في أول الحديث موجود في صحيح مسلم نعم هذا حديث شوف أهم كلمة فيه ملك كذاب يعني مسؤول راعي الأمة يكذب على الأمة ما بالك إذا كذبوا على الأمة وتآمر عليها مثل ما يحدث هذا والله لن تشم رائحة الجنة وريحها تشم على مسافة سبعين خريفا بمقياس ذلك العالم الذي لا يمكن قياسه بهذا العالم يعني تحقروا الشعب وتكذبوا عليه تكذبوا عليه قلنا ما عليش تتآمروا عليه قلنا ما عليش الآن تسجنوا فيه وتلطهدوا فيه لا توقفوا توقفوا النظام تجاوز حدود المعقول أنظمة كثيرة تكذب ولكن أنها تتآمر على الدولة والشعب ثم تنتهك حقوق وحرومات الشعب هذه نراها في الجزائر إذن هذا الاجتماع الأمني راه اجتماع لتخويف الجزائريين ويكشف مدى رعب النظام لأنه يدرك أن هذه الاجتماعات هي إظهار عضلات تخويف الجزائريين رهم أرعبوا الجزائريين إلى درجة كبيرة أصبح الجزائري يجو يدونه أخوه يسجنه أخاف يكتب عليه ببوست في الفيسبوك ما هوش خايف ما هوش خايف يقول لك واحد راح مرحوش الكل خوفا على هذه العائلة وليس خوفا من هذا النظام لدى الكثيرين ولكن هناك أيضا اللي يخافوا حقيقة من بطش النظام ولكن النظام الجزائري يجب أن يدرك شيء لفرنسا دارت مجازر 45 وقال أن ذاك جنرال فرنسي الشعب الجزائري ما يزيدش يرفع رأسه بعد 45 ألف قتيل هذه حدثت في مايو 1945 بعدها مباشرة بتسع سنوات اندلعت فورة التحليل من يراهن أنه على سياسة القمع والتخويف والترعيب والإرهاب ضد الشعب هو الحل الوحيد والخيار الوحيد لحماية النظام فهو واهم انظروا إلى نظام الأسد مارس حافظ الأسد كل أنواع البطش بالشعب وصلت إلى مجازر حماة عشرات الألاف من الضحايا راحوا ضحية البطش والهدف هو إسكات الشعب وإذلاله أسكته وأذله ورفس فوق رأسه على مدار عقول ولكن جاءت اللحظة الذي ثار الشعب ضد النظام وأصبح الشعب له مناطق محررة ولا يخاف شيئا بل أنه رغم مروع هذه السنوات أكثر من 12 سنة والشعب يقتل بالبراميل ووجود قوات أجنبية وغزات وبغات وغولات وطغات يتآمرون على هذا الشعب ها هي الثورة أتعود مجددا كأنها في 2011 وها هي السويدات تنتفض وتؤازرها كل المناطق الأخرى وتعود المظاهرات كأنها في 2011 من يراهن على أن القمع هو الحل وترعيب الجزائريين هو الحل فأنتواهم فأنتواهم فستأتي اللحظة ينفجر فيها الشارع خاصة أن المعطيات الدولية والإفريقية والإقليمية كلها ليست في صالح النظام هناك تحديات خارجية كبرى هناك العالم يتغير خرائط العالم تزحف تحت أرجل القوى المختلفة صغرى وكبرى والتغيير حادث لا محالة من لم يغير سيتغير هذا هو الواقع وهذه مقتضيات الحياة وهذا يجب أخذه بعين الاعتبار إذن اجتماع مجلس أعلى للأمن لو كان اجتماع في حضرة نخب ولا رأى هذه الأدمغة الفارغة وهذه البطون المنتفخة بالسحة والمال الحرام تجتمع وتلتقي كي تعالج أمن البلاد صدقوني لا أمل أبدا في هؤلاء جميعا لأنه لو كانش فينا اجتماع يضم نخب يضم ناس حقيقة نعرفهم ونعرف مستواهم ونعرف فقهم الاستراتيجي ونعرف مكانتهم لدى شعوبهم هنا نطمئن ولكن اللي مخير فيه ما يقدرش ينزل للقرية التي ولد فيها وتربى فيها ونتحدى المخير فيه ينزل إلى قريته ويمشي بين الناس نتحدى هذا الجنرال تعددرك الوطني إذا كان شاف روحه راجل يروح للربعان ثلاث ويمشي في وسط الناس نفس الشي جبار مهنة نفس الشي سعيد شنقريحة كلهم كلهم ما يقدروش ينزلوا حتى يجتمعوا مع أهليهم وأقاربهم من دون حماية وحراسة لكن على أي أمن رح تجيبوه للجزائر وانتوما أصلا مقدرتوش توفروا الأمن لأنفسكم انتوما أصلا جلسين تفكروا في أمن العباد الأمن العام في البلاد وفي نفس الوقت تآمروا على بعضكم البعض نعم صراعات فيما بينهم عبارة عن عصابة من لصوص حرامية راهم جلسين يفكرون كيف كيف يحموا عصاباتهم من السقوط وأمر آخر كيف يتخلصون من بعضهم بعض أما تبون الذي ترأس هذا الاجتماع صدقوني عبارة عن شخشيخة لا معنى ولا قيمة له لدى هؤلاء جمعوه من أجل هذه الصورة كي يخوفوا بها الجزائريين يا جماعة الوضع على بالي رأي صعيب وقلت لكم ما بعد كورونا وحرب أوروكرانيا ليس مثل ما قبلها وأنه تحديات كبيرة ولكن ليس بهذه المصرحيات اللي تديروا فيها ديروا أشياء تعيد الأمل للجزائريين أعيدوا أشياء ديروا خطوات أنت القمع تشوفي حل أنت ما بعد صدمة البريكس لهزت الشارع الجزائري وصارت صدمة ما تخليش عموم الجزائريين عارفينوا بليروا نظام كذاب ما يقدر يحقق شيء ولكن حتى الصدمة لدى من كانوا يصفقوا ويطبلوا لهذا النظام وصلت الأمور بعد هذه الصدمة أيقنوا بأنهم يجب أن يجتمعوا ويخططوا لكيفية تجاوز صدمة البريكس التي زادت في احتقان الشارع إلى درجة كبيرة النظام ليفكر في أمنه عن طريق زعزعة أمن المواطن هذا والله عمره لا يكون أمان للوطن إذن إخواني الكرام اجتماع المجلس الأعلى للأمن راه جاي في ظروف تكشف مدى رعب النظام من الشارع الجزائري رعب النظام من التحديات الخارجية ورعب النظام مما يجري في القارة الصمراء وهذا يؤكد على أن التحدي صار وجودي للجزائر والجزائريين وليس حدودي فقط كما يريد أن يوهمنا هذا النظام البائس الذي لا يريد أن يكسب قلوب الجزائريين بل يعمل على أن يجعلها تخفق خوفا ورعبا ومن يشعر بالخوف والرعب في وطنه صدقوني لن يكون له أي شيء يفكر مستقبلا أن يبقى في هذه البلاد ويكفي عندما نسمع مواطن جزائري يقول نقاتل حتى مع إسرائيل وما ما نبقاش في هذه البلاد إذن إخواني الكرام اجتماع مجلس الأعلى للأمن جاء في ظروف صعبة الجزائر في هذه المرحلة تعيش أصعب ما كان يعيشه النظام الجزائري والوطن الجزائري في خلال الأيام الأخيرة من عهدة بوتفريقة الرابعة النظام أمام التحدي يتمثل في العهدة الثانية تحدي ضرورة إسكات الجزائريين وإخضاعهم ليس في إطار مشاريع تنمية وليس في إطار مبادرات سياسية تعيد الثقة للمواطن في المؤسسات دولته بل عن طريق العمل الاستخباراتي والعسكري وعن طريق السلاح والقوة العسكرية ليس إلا والنظام الذي يفكر بأنه يكسب قلب شعبي ويخرص لسان المواطن بالسلاح صدقوني سيأتي اليوم الذي يجد نفسه في يستنجد مثل ما فعل رئيس القابون الذي خرج بفيديو على الأنترنت يطالب الدول ما طالب الشعب لأنه يدرك يقين أنه لا علاقة له بالشعب طالب بيدول الأكبرى أن تنقذ حياته صدقني يتبون هذا من الذين تجتمع معهم الآن في إطار الأمن العام هم أنفسهم يجي نهار ويرفسوه إذا لم تبني وتنقذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوام وتبني مؤسسات تكون هي الرادع للجميع وتحافظ على الدولة ويكون الفيصل ما بين الجميع هو القانون والقضاء المستقل والمؤسسات المنتخلة دون ذلك ما نراه في إفريقيا سيأتي على الجزائر وحينها مثل ما فعل تبون في ألمانيا عندما لم يجد من طريق ينشر فيه أول ظهور بعد مرضه سوى شبكة التويتر والفيسبوك سيتكرر هذا الأمر وربما من دهليز من دهليز المرادية واذكروا كلامي جيدا بعد انقلاب النيجر يستفيق العالم على خبر جديد عندما وقع انقلاب النيجر قلت لكم أنه ستكون هناك انقلابات أخرى اسمعوا ما قلت حينها لذلك دائما ما نؤكد على أن رهان الجزائر على بعض المشاريع الاستراتيجية على سياسة معينة في بعض الدول رهي تكون مهددة لأن الدول الإفريقية مهددة بانقلابات وبتغيرات جيوسياسية وجيو استراتيجية في ظل صراع القائم ما بين الصين والروس وأمريكا وفرنسا والغرب وغيرهم كل يتنافسون على هذه القررة الغنية بكل الثروات من جانبا قلت بأن الدول الإفريقية مهددة بانقلابات وتغيرات جيوسياسية وجيو استراتيجية وغير ذلك وهذه هي الحقيقة قلت هذا الكلام في ثلاثين جوليا ألفين وثلاثة وعشرين بعد شهر بالضبط يتكرر انقلاب آخر بعد انقلاب النيجر وكان حديثي عن انقلاب النيجر يتكرر انقلاب آخر في القابون أعلن ضبط في جيش القابون الاستلاء على السلطة في بيان متلفز بث صباح الأربعاء على قناة قابون 24 عقب إعلان لجلة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة وأفدت وكالة ريترز للأنباء بإلغاء العسكريين في البيان نتائج الانتخابات وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسة الدولة وبحسب الوكالة فقد سمع ذوي إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل بعد بث نص البيان على تلفزيون إذن انقلاب جديد العسكر ينقلب على رئيس في مناسبة انتخابية وطبعا هذا الرئيس هو أصلا ما بنى ديمقراطية ولا بنى مؤسسات ولا أي شيء من هذا القبيل شارب من القدح الذي أشربه لغيره من قبل هذه لكن المهم هو السياق العام الذي تحدث فيه وأنا من هذا المنبر أقول لكم لن أستبعد أن نرى انقلاب جديد في السينيغار انقلاب آخر في ليبيريا وانقلابات أخرى في دول إفريقية لأن موجة هذه الانقلابات رهي جاية في سياق جيوسياسي كبير صراع كبير الآن على إفريقيا بين قوى كبرى الصين روسيا أمريكا فرنسا كل هذه القوى الآن تتسارع على مصدر الثروة لأن إفريقيا دولة غنية وهناك الآن رأنا شفنا فاغنر شفنا كثير من الأمور معناها أنه الصراع الآن في ما بعد كورونا وأوكرانيا على القارة الإفريقية وكيف هذا الصراع ظهر أن الدول هذه القوى الكبرى لن تتقاتل فيما بينها تتقاتل عن طريق أدوات وهذه الأدوات هي صراعات ما بين المدني والعسكري ولذلك الدول ذات النفوذ التي تفكر بمنطق عسكري هي التي وراء هذه الانقلابات لذلك ستتكرر هذه الانقلابات في دول أخرى فإفريقيا تتجه نحو العسكرة عسكرة إفريقيا وأعتقد بأن انقلابات كبيرة جاية خاصة في هذه الدول الإفريقية وستتمدد مما يجعل الوجه العام الجو سياسي والجو استراتيجي الإفريقي سيتغير تماما أنا أقول هالكم قلت هالكم من قبل وتذكروا كلامي قلت لكم بأن الاتحاد الإفريقي مهدد مهدد بالتفكك وهذا الذي سيأتي بعد سلسلة انقلابات في بعض الدول تحدث سراعات وخلافات في البيت الإفريقي سيضطرون إلى تفكيك هذا النظام أو تغييره يعني هذا الاتحاد يغيروه إما يغيروا شكله ويغيروا صورة أعضاؤه ويغيروا تكوينه أو أنه يتم تفكيكه ويصنع كيان جديد بشكل جديد لن يكون فيه مكانا لجمهورية البوليساري هذا الذي سيحدث هناك تصاعد نفوذ قوى هناك أمريكا هناك الصين هناك فرنسا هناك روسيا وهناك إسرائيل إسرائيل الآن مش عينها على دول خليج ولا الشرق الأوسط الآن عينها على أن تجد لنفسها مكانا وموطئ قدم في إفريقيا وخاصة الضفة الشمالية لذلك نراها وطدت علاقاتها مع المغرب تعمل على توطيد علاقاتها في إطار التطبيع مع موريطانيا مع الدول الإفريقية أخرى مع تونس مع ليبيا مصر عندها رأي عندها علاقات بها ومشي هناك وانتدادت هناك سودان رأي شهدت علاقات معها إذن كل هذه الكينات وكل هذه القوى ذات النفوذ الكبير في العالم تتصارع على القرى الإفريقي فلذلك أن وضع الجزائر هو وضع بائس لأن الجزائر أولاً ليس لديها حليف استراتيجي ما عندهاش حتى الروس ليسوا حلفاء للجزائر الاستراتيجية لذلك لاحظوا أنهم ما قبلوا وجود الجزائر في البريكس ما قبلوا هاش قبلوا مصر راهي في الشرق الأوسط لكن لم يقبلوا الجزائر في البريكس لأنه لا يمكن للجزائر أن يقبلوها في البريكس من دون المغرب شوفوا جابوا إيران والسعودية مع بعض جابوا مصر وإثيوبيا مع بعض شوف الأمور جابوا الإمارات كحلقة قوية عندها دور معين لتخلق التوازن خاصة مع الغرب في هذا البيت المسمى البريكس المهم الجزائر هي اللي تواجه تحدي كبير أول ما عندهاش حلفاء الروس تخلوا عليها الروس ما عندهمش حليف يا جماعة حليفهم القذافي يخلوه تقتل عن المباشر حليفهم صدام حسين تخلوه عليه دخلوه في غاره وخرجوه وصوروه هكذا وأعدموه صباح العيد الأضحى المبارك حليفهم الأسد تمسكوا فيه لأنه الأسد ما عندهاش مش الأسد في حد ذاته ولا نظام الأسد كان تستطيع الروس أنه تعاون الشعب السوري يصنع نظام آخر ولكن المسألة تتعلق بإيران تتعلق بإسرائيل تتعلق بمثل هذه الكينات تمسكوا بيهم وهم عندهم قاعدة عسكرية هناك كان من الممكن أنه روسيا عندها قاعدة عسكرية رهي دعمت الشعب السوري ولذلك الشعب السوري رح تصير علاقته جيدة مع الروس ولكن لا هم لا يريدون تغيير طائفة تتمسك في دولة عائلة تمسك طائفة وثم الطائفة تمسك الدولة هذا اللي صاير في سوريا وأيضا في إطار الروس اللي يستعملوا في إيران وشبكاتها في إطار خلق نوع من التوازن في هذه المنطقة المتنافس عليها والمتنافس على ثرواتها وما إلى ذلك من هذه الأول الجزائر ما عندهاش حليف الجزائر راهي عبارة عن خزان أنت أموال تنهب من طرف الروس في الأسلحة وتنهب من طرف دول أخرى الجزائر أيضا ما عندهاش ثقل في المنطقة المغاربة عريانا ما عندهاش اتحاد اتحاد المغاربي لما المفروض يتحول مثل مجلس التعاول الخليجي إلى قوة يتنافس مع الاتحاد الأوروبي ويكون في وضع قوي أمام الاتحاد الأوروبي قام النظام الجزائري بتفكيكه وتدميره من داخله لأنه لا يوجد من أضر باتحاد المغاربي مثل نظام العسكر في الجزائر عبارة واش؟ عبارة العداء المفتعل والمصطنع وغير المبرر ولا فائدة منه مع المغرب عبارة دعم البوليزاريو بالسلاح والعتاد وتلغيم المنطقة عبارة صراعات الجزائر هي مش معنية بيها لكن تحاول أن تتبناها فتخسر وما يربحوش أصحاب هذه القضية هذا اللي يصير أمرو آخر الجزائر علاقاتها رهي سيئة مع أطراف كل ما عندهش حلفاء في نفس الوقت الجزائر وضحها في داخل الدول العربية وجامعة الدول العربية هش جدا كل الدول العربية مع المغرب والنظام الجزائري حاط أنه اللي يكون مع المغرب رهو عدولي مما خلاه يعيش في عداء من دون فائدة ونرى هذا العداء من خلال الحملات التي أحيانا تستهدف السعودية أحيانا تستهدف الإمارات تستهدف هذه الدول وهذا في غير صالح الجزائر في غير صالح الجزائر لأن الجزائر ورطتها هي نظامها العسكري المستمر بنفس العقلية وما حبش يغير حتى شيء على الأقل تماهيا وتماشيا مع التغييرات التي تحدث في العالم وأيضا من خلال إصراره على نفس العقلية تجاه قضية الصحراء التي تحولت وباء على النظام كان النظام الجزائري دارها باش يكون خنجر في خصر المغرب فتحولت إلى خنجر في خصر الجزائر بل خناجر في خصر الجزائر وفي صدرها وظهرها وفي كل مكان فيها انقلاب القابون مؤشر آخر على توجهات على صراع كبير صراع على النفوذ وهذه الأدوات العسكرية راهي ماش تجيك مثل القابون جايين باسم الشعب كلهم النيجر داروا انقلاب باسم الشعب الجزائر عاشت الانقلابات بومدينة انقلب على بنبلة باسم الشعب خالد نزار انقلب على الشادلي باسم الشعب اغتالوا بوظياف وداروها باسم الشعب جابوا بوتفليق انقلبوا على زروال ذلك الانقلاب المقنن باسم الشعب ثم انقلبوا على بوتفليقة باسم الشعب كل الأنظمة العسكرية وكل المؤسسة العسكرية تدعي بأنها باسم الشعب ولا يوجد من يعادي الشعب مثل العسكرة في كل الدول الإفريقية أنا أعتقد بأن التوجهات نحو عسكرة عسكرة إفريقيا وعسكرة أنظمتها هي بداية التدخلات الخارجية لأن هذا سيصنع صراعات ما بين الشعوب والأنظمة العسكرية لأن الأنظمة العسكرية مستبدأ حتى وإن ادعت بأنها جات من أجل الشعب حتى وإن خرج الشعب يبارك انقلابات عسكرية لكن سرعان ما ينقل بالحاكم العسكري لأنه لا يمكن أبدا أن يبني دولة مؤسسات العسكر عمرهم لا يديروا مؤسسات عمرهم لا يديروا انتخابات نزيهة عمرهم لا يديروا برلمانات لأنهم إذا سيطروا على السلطة بالسلاح ما يقدرونش يتخلوا عليها بأي طريقة آخر أخرى لذلك كل ثورة شعبية أو عملية انقلابية على أساس دعم الشعب دائما تنتهي إلى صراع بين العسكري والمدني وأيضا أحيانا يصلون إلى حروب أهلية وصراع الدامية وما إلى ذلك من هذه الأمم إفريقيا تتجه نحو العسكرة سنشهد بعد العسكرة حروب أهلية في بعض الدول سنشهد نزاعات كبيرة سنشهد ملفات تفتح لدى الأمم المتحدة ومبعوث الهاذي وذاك وكذا وكذا سنشهد تدخلات خارجية وعندما تأتي تدخلات الخارجية العسكرية صدقوني لن تغادر ستتواجد القواعد العسكرية في هذه الدول ثم عندما ترسي دعاء موجودها ستوجه بنادقها إلى مصادر الثروة في الدول الغنية بالثروات وفي مقدمتها الجزائر لكن للأسف للأسف النظام الجزائري بدل أن يبني مؤسسات حقيقية بدل أن يكسب المواطن الجزائري بدل أن يوزع الثروة بعدل بدل أن يخلق تكافؤ الفرص بدل أن يرسي دعائم القانون والإنصاف والقضاء المستقل بدل أن يعطي حرية الصحافة ويخلي الجزائري الذي ينتقد من الجزائر قلبه على الجزائر كمواطن محب لبلده تحول الأمر إلى غير ذلك ولذلك أكبر المتضرر والذي سيدفع الثمن غالي هو النظام العسكري في الجزائر نفسه لأن عسكرة إفريقيا تدخلات العسكرية الخارجية فض هذه السراعات عن طريق القوة ستكون تداعياتها وخيمة على كل الدول والجزائر أحدهما خاصة في ظل وجود ميليشيا مسلحة في الطراب الجزائري ممكن في الوقت الذي تحتاج فيه الجزائر للهدوء على حدودها مع المغرب ومع كل هذه المناطق قد تأتي قوى أخرى وتشعل أزمة جديدة الجزائر ستدخل فيها عسكريا ولا حد سيقبل هذا الأمر لكن الجزائر ستدفع ثمن خمسين سنة نصف قرن من دعم لميليشيا مسلحة ستكون ضمن قائمة الإرهاب إذن إخواني الكرام أقول أن انقلاب القابون هو جاي في إطار سلسلة من الإنقلابات ستتمدد في دول أخرى في إطار مخطط عسكرة إفريقيا في إطار تواجد ميليشيات في القارة الإفريقية وسيتم دعم الميليشيات أيضا ستظهر جماعات إرهابية جديدة ستكون أكثر وحشية من داعش وما إلى ذلك وكل ذلك من أجل شرعنة التدخل العسكري والمنافسة العسكرية والصراعات بين القوى الكبرى في أراضي أخرى غير أراضيها لأننا لا نشهد حرب بين روسيا والغرب ولا بين روسيا وأمريكا ولا بين الصين وأمريكا لكن ستكون صراعات بين هذه الدول صراعات مسلحة ولكن في قرات أخرى والمرشح الأكبر الآن في هذه المرحلة هي إفريقيا ستشهد حروب أهلية في بعض الدول وبذلك خريطة إفريقيا ستتغير والمنظومات الإفريقية ستتغير وأكبر من سيدفع ثمن هذا التغيير هي الجزائر بسبب عسكرتها إلى أبعد الحلق أمر آخر أن هذه القوى التي تدفع الجيوش إلى أن الدخول في المعترك السياسي عن طريق هذه الإنقلابات هي تدفعها إلى الانتحار والتفكيك لأن المخطط القادم هو تفكيك الجيوش وضربها وخلق جيوش بطرق أخرى على أساس عرقي أو أساس أقلياتي أو أساس آخر مختلف تماما لمما يجعل هذه الدول مستباحة إن اقتضى استباحة حدودها ووجودها عن طريق قوى أمر آخر أن أرضية أرضية النقمة الشعبية من الأجهزة الأمنية والعسكرية بلغت مداها في كثير من الدول الإفريقية وهذا ما نراه في الجزائر أنا نقول لكم وصلنا إلى حالة أن الجزائر لو يشوف قوة أجنبية جي تدي تبول من الرئاسة وتدي تحاكمه في لهايو ولا شنجريحة ولا خالد نزار والله سيفرحون وشاهدنا هذا عندما فتحت سويسرا قضية ووجهت اتهامات لوزير الدفاع السابق الجنيران خالد نزار الكثير إذا لم أقل الأغلبية الصاحقة من الجزائريين باركوا هذا الأمر وهذا مؤشر خطير جدا إنني وكمحب لهذه البلاد كجزائري قلبي على بلدي أناشد صناع القرار ممن هم ما زالت فيهم ذرة من الغيرة على الجزائر وخوف على وجودها وحدودها أن يراجعوا أوراقهم أن يتوقفوا عن القمع أن يعملوا على كسب قلب المواطن كي يكون المواطن هو الأمان للنظام الأمان للدولة الأمان للمؤسسات الأمنية الأمان للجيش أما دون ذلك صدقوني فالكارثة ستنصل إليها إذا كن عشنا في التسعينات حرب أهلية استطاع العسكر أنذاك أن يقضي على خصومه في ظل غياب كامل للإعلام الآخر ولا نرى إلا إعلام السلطة فنحن الآن في عالم مفتوه عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقد لاحظ لما بدأت ثورات ما يسمى الربيع العربي كانت لشبكات التواصل الاجتماعي الخوارزمية المتاحة تساعد أي منشورات تدعو للثورة وتحرض على الثورة الآن عندما ترى الخوارزمية تجدها أنها لا تدعو الشعوب للتظاهر بقدر ما تحرض على المواجهة ما بين العسكري والمدني والتصعيد في مسألة حقوق والحريات وشيء من هذا القبيل مما يعني أن المطبخ الاستراتيجي الخفي المهيمن على العالم يدفع نحو عسكرة الدول التي هي محل استهداف من القوى الكبرى وبعد العسكرة دفع عبر هذه الحروب الناعمة إلى تمرد المدني على العسكري ثم بعد ذلك يتم التدخل باسم حقوق الإنسان باسم جرائم الحرب جرائم ضد الإنسانية جرائم الإبادة حماية الأقليات وما إلى ذلك من الأمور التي تعتبر جريمة وتمنح الحق للقوى الكبرى كي تتدخل من أجل حماية الإنسان هذا حذاري حذاري ثم حذاري إنني أقرع أجراس الخطر انقلابات ثم صراعات هجرة غير شرعية ستكون الجزائر قبلة المهاجرين غير الشرعيين الذين يهددون أمن الضفة الأخرى مما يجعل الضفة الأخرى وأوروبا تحديداً تتجه نحو تشكيل جبهة موحدة لمواجهة التحديات الأمنية التي تأتيها من جنوب المتوسط مما يعني أن القادم هو التدخل الخارجي في شؤون الدول والدول المفككة داخلية مثل الجزائر التي تعيش جبهتها فقر وحقد على النظام ونقمة منه وانقلابات وقمع وما إلى ذلك ستكون لقمة سائغة للمتربسين بالثروة والثورة والتراث أيضاً واذكروا كلاما كثر الحديث في هذه الفطرة عن حقوق الإنسان من الطرف الجزائر شاهدنا وكانت الأنباء الجزائرية تروّج لما سمّته استهداف المغرب لعائلات الصحافيين والحقوقيين ونحن لم نطلع على أي ملف ولا سمعنا حادث بعينها واضحة وبينة في الوقت الذي نشهد جميعاً ما حدث مع عائلتي وعائلات ناشطين جزائريين لديهم رأي مختلف عن الموقف الرسمي لأنه تطور آخر لفت انتباهي جاء هذه المرة من طرف البوليزاريو هذا الربيب غير الشرع لنظام العسكر الذي يستعمله كأدات في إطار حرب بالوكالة تجاه الجار المغرب وطبعاً نشرت وكالة الأنباء الجزائرية تحت عنوان المجتمع الدولي مطالب بالكشف عن مصير أكثر من خمسمائة مفقود صحراوي ومحاسبة المغرب قالت وكالة الأنباء الجزائرية الشهيد الحافظ مخيمات اللاجئين الصحراويين طبعاً من تندوف طالبت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء المجتمع الدولي بالكشف عن مصير أكثر من خمسمائة مفقود صحراوي داعية العدالة الدولية لمحاسبة المغرب عن انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين الصحراويين العزي وأكدت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري 30 أغسطس من كل سنة أن دولة الاحتلال المغرب ومنذ احتلالها للصحراء الغربية وهي تمارس وبدون عقاب جريمة الاختطاف والاختفاء القسري حيث أن مصير المئات من المختطفين الصحراويين لا زال مجهولاً إلى اليوم في خرق سافر للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مدينة تمادي المغرب في ارتكابه جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية ومصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ثم تقول وأبدت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تضامنها مع كافة ضحايا الاختفاء القسري الناجين من المخابي السرية المغربية ومع أئلتهم التي عانت ولازالت تعاني من الآثار الخطيرة لجريمة الاختطاف والممارسات المشينة والحطة من الكرامة من قبل الدولة المغربية ودع البيان أيضاً المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان للعمل من أجل إرغام نظام المخزن على تقديم معلومات عن المفقودين والمختفين قسراً من الصحراويين والتحقيق في جرائم التعذيب والقتل والاختطاف وغيرها من جرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية بحق الصحراويين بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية كما طالب العدالة الدولية بمحاسبة المسؤولين في الدولة المغربية عن ارتكابهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين الصحراويين العسلين كلام جيد إن ثبت أن هناك مفقودين صحراويين وتم اختطافهم من طرف الأجهزة المغربية فالمغرب يتحمل مسؤولية الكشف عن مصيري لكن هم يتحدثوا عن 500 لن نقلل من شأن مفقود واحد مفقود واحد يكون ما يكون من واجب الدولة التي ينتمي إليها أو تواجد على أراضيها بأي صيغة كانت وفقداه أهله تتحمل مسؤولية يجب أن تكشفها عن مصيري هذا مبدأ حقوقي إذا فعله المغرب أو أفقد أي واحد أفقده وضيع عن أهله وصار في حكم الاختفاء القصري رانا مع حق هذا المختفي أن يعود إلى أهله مهما كان في المغرب في الجزائر في تونس في ليبيا في أي مكان في موريطانيا في أي دولة من الدول المغاربية أو العربية أو في أي مكان على وجه العرب هذا حق قانوني لا جدال فيه لكن يا ترى أنه في اليوم الاختفاء القصري اللي تتكلم في هذه المنظمة وتريد محاسبة المسؤولي المغاربة ومحاسبة المغرب ومعاقبته أن هؤلاء يتواجدون على الأرض الجزائرية في تيندوف والأرض الجزائرية فيها أكثر من عشرين ألف مفقود في التسعين مفقودين إلى يوم هذا أغلبيتهم الساحقة تم توقيفهم من طرف الأجهزة الأمنية وتم إعدامهم خارج أطر القانون والذين أعدموهم هم الآن الذين يصنعون القرار في الأجهزة الأمنية والاستخبارة إذا كانت أنتم منظمة حقوقية هل تجرؤون على إدانة النظام من يعني أنا أقولها لك مفقود واحد يجب أن تحاسب عليه الدولة فما بالك بأكثر من عشرين ألف مفقود ما زالت عائلات المفقودين تتظاهر وتطالب بالكشف عن مصير أبنائهم نشوفهم أمها عجائز وشيوخة وأبناء يسألون عن ذويهم المفقودين منذ التسعين يعني أنت في بلد هي تعتبر أكبر بلد إفريقي فيه مفقودين جيت حاضر على الآخرين ونفس المنظمة لو تسألها عن الجزائر لحولتها جنة في مجال حقوق الإنسان لأكثر من هذا أننا في يوم العالمي للاختفاء القصري أنا شخصياً عندي شقيقي تم اختطافه من جهاز المخابرات ولا يزال في حكم الإختفاء القصري والأمم المتحدة رسلت الجزائر لتعرف مصير ما زالت يعني لو كانت تجد هذه الممارسات في التسعينات وانتهت في التسعينات والناس اللي يتورطوا راههم اللي مات مات واللي راهوا في بيته في بيته واللي راهوا في السجن في السجن والناس اللي يحكموا الآن في الأجهزة الأمنية وفي الجيش وفي الدرك وغيرهم وفي الدولة كلها ما عندهمش علاقة بما حدث في التسعينات وانه هذا الفعل لا يتكرر ممكن نخذوه بعين الاعتبار لكن عندما ترى كبار المجرمين الذين كانوا يقتلوا بأيديهم ويعدموا في الناس ميدانية وفيها شهادات فيها شهادات موجودة عبر الأنترنت تتحدث عن هذا الأمر الخطير للغاية السلام عليكم معكم سيرجون شفويري مسي بياميد في القتلموت كنت في القتلموت يوم قد نحكي لكم أوفيراسيون تنها في برج البحري فردو وقد نحكي لكم على سيرجون شاف صبار حمد مدعو بي حاكيم صح تعشينا جوية العشرة تقليل رحنا رجدنا الزوجنو قلعنا الزوجنو بلاتا كنا في المنطقة وين غدين نديرو البركيجيسو عند واحد واحد الفيلا صح هنا وين غدين نحكي لكم حدد عبد القادر مدعو بالناصر مسميناه الجن صح نقصنا لديك الفيلا السيد كان لابن نحكي لها سكن وحدها تخلناها كانت واحد تيقص غيرها كتا حسان الجن نقص ما هديك طلعه واحد ونقص ما تيقص غيرها كتخل فيها صح حلالينا الباب حلالينا الباب تتخلقه كيفش مين تخل مين هكذا تمعون لو سمو الجن نعم موجود موجودة شهادات واللي داروا هذه الشهادات فيهم عسكريين سابقين كانوا في المخابرات أراهم الآن صاروا في عداد المفقود يعني كتشوف هذا وتشوف العملية ما زالت هناك عملية اختطاف جزائريين هناك ناس نحن مثلا شقيقي ربي سبحانه صخرني أنا موجود إعلاميا كإعلامي وحقوقي تحركت في هذا الأمر لكن توجد عائلات أولادهم رهم مسجونين كاللي عندهم أولادهم ضباط يجهلوا مصيرهم هزوهم ما عندهم مش جدد جددوا عندي بعض الأسماء سيأتي اليوم نتحدث عليهم هزوهم طيجوهم في السجون أهليهم ما يعرفوا عنهم شيء ما زال هذا الأمر ساري المفعول إلى حد الآن وجي أنت تتحدثني على الحقوق والحريات ومحاسبة المغرب ومحاسبة المشرق ما يعنيني أنا كجزائري أولا قبل لك يعني الجزائريين أن المفقودين في الجزائري وكحقوق يهمني جميع المفقودين يكونوا ما يكونوا مفقود مغربي سواء من الصحراء أو من الشمال أو من الجنوب أو أي مكان ضروري جدا الكشف عن مصيره والعمل على محاسبة من تسبب في الاختطار لكن أنتم هذه المنظمة لنشأت في دهليز المخابرات وطرعاها المخابرات ونشاطها على حساب المخابرات والبوليزاريو كلها أصلا عبارة عن ابن غير شرعي للمخابرات يستعملهم كما يريدوا هذه جاية حاضرة على الحقوق الإنسان في اليوم العالمي الاختفاء القصري من بلد هي من أكبر الدول في العالم اللي فيها المفقودين بهذه الدرجة أكثر من عشرين ألف وهناك من يتحدث عن أكثر من أربعين ألف رهوا رقم أسطوري وخيالي كانت الأجهزة الأمنية تدخل الدار تهز واحد يشوفوهم كده وبعد ذلك لا يعلمون عنه شيئا يدوه يعدموه في الطريق يحفرونه في مكان يغبروه ويروحه بل أنه فيه مقابر جماعية في بعض المناطق في الجزائر العاصلة وهناك شهادات وهناك شهادات عبر التلفزيون كيفاش كانت الأجهزة الأمنية تخططوا في الناس وتعدمهم هذا شيء خطير هناك ضباط هناك أعوان مدنيين كانوا يعملوا مع الضباط كلموا في هذا الأمر وهناك ابحثوا في الأنترنت ستجدون ما يندله الجبين عن هذا الأمر في اليوم العالم للاختفاء القصري لو كانت هذه المنظمة منظمة حقوقية بمعنى الكلمة ما عملت فقط في استهداف المغرب خمسمائة مفقود صحراوي هكذا يقول ما عندي معلومات ولا معطيات على هذا الأمر لكن يقولوا بأنه هناك انتهاكات حقوق الإنسان في في الأماغ الأراضي الصحراوية المحتلة أراضي الجمهورية الصحراوية المحتلة وأنه كذا أنا مشيت من الداخلة حتى القرقرات التقيت مع الناس لا شفت لا مظاهر أمنية لا مظاهر عسكرية ولا ما يوحي بأن المنطقة أمنية أو عسكرية ولا أنه هناك مظاهر توحي بأن الذين يحكمون هذه المناطق هم من المحتلين في حين أنه لو تروح المدن الجزائرية تنطلق من الشرق الجزائري إلى العاصمة من براج البراج وما داخل المدن كلها محاصرة بقوات الدرك والأمن وكل ما كان فيه حتى المتريس اللي موجودة فوق مباني الشرطة والدرك كل تحس بأنه الجزائر محتلة من طرف نظامها العسكر يعني في اليوم العالمي للاختفاء القصري ما زالت هناك شكوى تقدمت لمجلس حقوق الإنسان عن اختفاء قصري طال عسكري دركي مش طال مواطن مدني نقول عسكري يحقر في المدني لا روّل الجنرال انتاع الدرك الوطني يحقر فيه عناصر الدرك الوطني وصلي يحولهم إلى مفقودي يعني يعني أنتم حاولين تلعبوا فقط حتى حقوق الإنسان تستعملوها في تصفية حساباتكم عن المغرب أنا نقول لكم مش المغرب جنة حقوقية روحوا جيبونا ملفات موثقة بالدليل مش من عند المخابرات الجزائرية جيبوهم من منظمات حقوقية أي انتهاء حقوق الإنسان سنكون من أكبر المدافعين عن حق الضحية سواء في المغرب ولا في أي مكان ولكن تكون موثقة ليست من عند البوليزاريو ولا من عند المخابرات الجزائرية لأنه لا يمكن أن تحاضر في شرف حقوق الإنسان وانت تحت سلطة نظام هو اللي مستعملك ضد جار عنده حسابات معاها والبلد هي تعتبر أكبر بلد اللي تعيش حالات الاختفاء القصر عشرين ألف هذا قول وسدي النظام الجزائري معترف بثمانية لاف تقريبا معترف بهم والأرقام غير ذلك غير ذلك بكثير أغلبية ساحقة ما يتجاوز التسعين بالمئة تم اختطافهم من الأجهزة الأمنية هذه الحقيقة لا داعي لا داعي لمحاولة العبث بمثل هذه الملفات نظام جزائري هذه الفطرة يحاضر غير في مجال حقوق الإنسان دولة استخباراتية دولة عسكرية نظام ما عندهش مؤسسات نظام يقمع في الناس على منشور في الفيسبوك التهمه بالإرهاب نظام يطارد في جزائريين في الخارج عن طريق مخططات انتع اغتيالات وتصفية نظام يستهدف في عائلات الجزائريين مقدرش على ولادهم اللي في الخارج يضطهد ناس شيوخ كبار في السن وعجزة ويستفرد بموظفين يعني توصل عناصر يعملوا في المؤسسات عنده أخو حراكي ولا أخو إعلامي موجود في الخارج تروح تضطهدوا هذا الاذتهاد وجايت حضر لي أنت على حق الشعب الصحراوي بين ظفرين من أجل تقرير مصير وانت قررت له مصيره نتحداكم تخلوا الصحراويين قروا مصيرهم نتحداكم تحت رعاية هيئات مستقلة قلوا لهم تبقوا في المخيمات ولا تروحوا للمغرب إذا طلع لكم 5% وهم جبعة البوليزاريو فقط إذا ما طلع لكم مش 5% فقط اللي يبقوا في الجزائر والبقية كل يرجعوا للمغرب أعتزل الإعلام وأعتزل هذا العالم نهائي ونروح نخدم نحل كنشحان وتنبيع الكسكرون كفاكم من هذا العبث من يريد أن يكون يحاضر على الآخرين في مسائل حقوق الإنسان يجب أن يكون يحترم حقوق الإنسان دولة تمارس البلطجة على شعبها جيب لك جيب لك تحكينا على حقوق الإنسان هذه المنظمة نفسها علش ما تحكيش أيضا عن المفقودين اللي خطفوهم جماعة البوليزاريو أعدوهم والراحوا الأولاد الصغار اللي في مطلع في منتصف السبعينات لما جاءوا أول مرة وفجأة ماتوا أطفال صغار في ظروف غامرة والراحوا الأطفال اللي باعوهم في أسواق النخاسة الدولية لماذا لا يتحدثون عن حرية الرأي حرية التنقل في مخيمات اللاجئين بين ظفرين وهي مخيمات رحائل للأسف الشديد حقوق الإنسان مجال للنضال النظيف والشديد وليس لمثل هذا العبث من طرف عسكر حقوق الإنسان ما يحترمه ما يحترمه حتى حقوق الحيوان وجهي تريد أن تحضر لي على حقوق الإنسان في المغرب التي لا أقول أنها جنة ولا يمكن أن أقول أنها جاحيم في حين أن حقوق الإنسان في الجزائر جاحيم درجة لا يمكن أن تصل إليها أي دولة دول الاستبدال ما وصلت إلى ما وصل إليه حال الجزائر حتى سوريا سوريا بحد ذاتها سبقتها الجزائر في التسعينات بجرائم يندلها الجميل ولكن منظومة واحدة وعقلية واحدة وفكر واحد لا يتقنون إلا القمع وإسالة الدمع وأنه يجعل دماء الناس تسيب من أجل أن يتلذى أولئك اللصوص الذين تحولوا بدل أن يديروا الدولة بحق تحولوا إلى مثل البق يمصون دماء شعوبهم والقادم أسوأ واذكروا كلام جيد جيد نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من المرار إلى ذلكم الحين ها هو أنور مالك يحييكم ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله